اكد معالي سيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب ان موقف مملكة البحرين التاريخية الراسخ والذي لا حياد عنه في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يأتي انطلاقا من الثوابت الوطنية تجاه القضية الكبرى بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ودعم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء واشر معاليه لان مجلس النواب قرر عقد جلسة استثنائية غدا لبحث التطورات في قطاع غزة تكيدا للموقف البحريني التاريخي الدعم للقضية الفلسطينية خاصة في ظل التصعيد والحرب الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وفرض الحصار على قطاع غزة والتهديد بكارثة انسانية ومخالفة القانون الدولي الانساني ضد المدنيين الابرياء في غزة كما اشهد معالي رئيس مجلس النواب خلال كلمته في الاجتماع البرلماني الخليجي بالتوجيهات الملكية السامية لجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الانسانية الصعبة التي يمرون بها ودعم جهود السلام العادل والشامل والمستدام وحق الشعب الفلسطيني الشقيق في قامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ومجددا معاليه دعوة مملكة البحرين المطالبة بتحرك المجتمع الدولي وبشكل عاجل لوقف الحرب والتصعيد وضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات إلى قطع غزة وحماية كافة المدنيين تهم شيئًا تهم شيئًا تهم شيئًا